اشتركوا في القناة أخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد علمت ببالغ التأثر بنعي المشمول بعفو الله بإذنه تعالى سمو الشيخ النور بن تعيسى بن سلمان آل خليفة أحسن الله قبولها إلى جواره وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لكم ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة عن أحر التعازي وصادق المواساة داعينا الباري عز وجل أن يشمل فقيدتكم المبرور بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جنانه وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء وتفضلوا صاحب الجلال وأخي العزيز بقبول أسماء عبارات مودتي وتقديري محمد السادس ملك المغرب هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة جوابية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ردا على رسالة جلالته المعزية بوفاة اسمه الشيخ النورة بن تعيسى بن سلمان آل خليفة هذا نصها صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة حفظكم الله تلقينا ببالغ الشكر والتقدير رسالة جلالتكم المعزية بوفاة شقيقتنا الغالية سمو الشيخ النورة بن تعيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراها والتي أعربتم فيها عن صادق تعازيكم ومواساتكم متضرعين إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته وأذن عبر لجلالتكم حفظكم الله عن خالص شكرنا على ما أبديتموه من مشاعر أخوية نبيلة والتعاز صادقة فإننا نؤكد أن هذه المشاعر الطيبة إنما تعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين العائلتين الملكتين الكريمتين حيث نقلنا بدورنا تعازيكم النبيلة إلى بقية أفراد العائلة الذين عبروا عن خالص تقديرهم لجلالتكم حفظكم الله متوجهين لله تعالى بأن ينعم عليكم بطول العمر وتمام الصحة والعافية كما نود أن نعبر عن قناعتنا بأن هذه المشاعر الأخوية المتبادلة إنما تعكس على الدوام عمق ومتانة العلاقات الوثيقة التي تجمع بين بلدين وشعبين الشقيقين حفظكم الله ولا أراكم مكروها في عزيز لديكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر